الله يهديك أخي الكريم الله يهديك أخي يلا حبيبي أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار اعتمد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقد برئاسة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك عددا من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية خاصة تراجع الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء ووقف تراجع العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع وفقا للمقترحات المقدمة من الوزراء المختصة وأكد مجلس الوزراء على الدور المعول على الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات في هذه المرحلة الهارجة والاستثنائية لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين لافتا إلى أن المسألة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة لتنصل عن الواجبات المفترضة على الجميع القيام بها خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالي العام للدولة نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تستير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تتشنها ميليشيات الحوث الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء وأشدد المجلس في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلية دول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى بلادنا بالمطالبة بتحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوث الإرهابية ضد الشعب اليمني وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية موضح أن الأثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الأجهزة العسكرية والأمنية وسلطة المحلية بمحافظة شبوة بتشديد الإجراءات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لتعاقب وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة وأتابع رئيس الوزراء خلال اتصال الهاتفيين أجراه مع محافظة شبوة وعوض الوزير نتائج التحقيقات الأولية في الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى النقاط العسكرية التابعة لللواء الأول في منطقة المصينعة بمدرية الصعيد وأن جمعانه استشهاد جنديان وجرحى آخرين موضحا أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورد تنظيم القاعدة الإرهابي في تنفيذ هذا الهجوم الذي تصدت له قوات الدفاع شبوة ببسالة وأوقعت عددا من القتلى في صفوف العناصر الإرهابية وأجبرت البقية على الهروب من المنطقة واستمرار ملاحقتها من قبل القوات العسكرية وقدم الدكتور معين عبد الملك العزالي أسر الشهيدين سالم حسن التوصلية العولقي وأيمن حنتوش البزعلي العولقي في هذه العملية الإرهابية وتمنياته بشفاء العاجل للجرحة موجها الأجهزة المختصة باستمرار تعقوب وملاحقة وضبط العناصر الإرهابية واتخاذ تدابير لازمة لعدم تكرار هذه الأعمال هذا وشدد رئيس الوزراء على أهمية الحزم وعدم التهاون في ردع الخلايا والعناصر الإجرامية والإرهابية وملاحقتها وتعزيز التنسيق لمنع تكرار هذه الأعمال وضبط الأمن والاستقرار لافتا إلى أهمية استنهاض الوعي المجتمعي لمساعدة أجهزة الدولة في كشف وضبط هذه الآن أصر بعث الرئيس مجلس الشورى دكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء وموساة إلى الشيخ العجي أحمد العجي المراد وإخوانه وكافت قبيلة مراد بمحافظة مأرب عزه خلالها بوفاة الشيخ طالب العجي طالب الطالبي الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء وأشهد رئيس مجلس الشورى في البلقية بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والاجتماعية وحبه لعمل الخير وإصلاح ذات البين معبرا عن أصدق التعازي والموساة لأسرة وأقارب الفقيد سائل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إله راجعون رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في البيان الختامي المشترك وصادر عن الدورة المئة وستة وخمسين للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالشأن اليمني والذي أكد دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني ثمنت وزارة الخارجية في بيان لها عاليا ما جاء في البيان الذي أكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا وجهوده للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخارجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار المجلس الأمن سنين وعشرين ستة عشر بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله وعبرت الوزارة عن تقديرها بإشادة المجلس استدشين فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة الموقعة تعدا حزمة من المشاريع والبرامج التموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتمية وعمار اليمن ومركز الملك سلماني لغاثة وجهود المشروع السعودي للنزع الألغام مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الميليشيوية الإنقلابية وثمن البيان موقف مجلس التعاون الخليجي الرافض للتدخلات الأجنبية في تهريب المخدرات في مخالفة صريحة وانتهاك واضح للقرارات والعراف الدولية ناقش وزير الدفاع الفريق الروك المحسن محمد الدائري بالعاصمة الموقعة تتعادا مع الملحق العسكري بسفارة الفرنسية لدى بلادنا حودي جونيد وناقشوا مستجدات الأوضاع في بلادنا وتصعيد ميليشيات الحوث الإرهابية وأشار وزير الدفاع إلى الهجمات الحوثية الكثيفة بالطائرات الإيرانية المسجرة واستهدافها للمرشاة الحيوية واعتدائها على مواقع القوات المسلحة وتجمعات المدنيين وزراعة ملايين الألقام التي ألحقت أضرارا كبيرة بالأرواح ولوثت ملايين الهكتارات من الأراضي مؤكدا أن تراخي المجتمع الدولي مع ميليشيات الحوث الإرهابية هو أحد أسباب تعنتها ورفضها للسلام وعودتها للتصعيد العسكري وتهديدها المستمر لطريق الملاحة الدولية وشدد الفريق الداعري على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا حقيقية على ميليشيات الحوث الإرهابية لإخضاعها للسلام الشامل والعادل منوها إلى كهانوتية عنصرية الجماعة الحوثية التي تدعي الحق الإلهي في السلطة والثروة ونكسها لكل العهود والمواثيق وانتهاجها للعنف والإرهاب كوسيلة واحدة لتحقيق غياتها ومآربها التقى وزير الدفاع الفريق الروكن محسن الدعري في العاصمة الموقتة اتعدان الملحق العسكري باستفارة الهندية لدى بلادنا العقيد جورتيغ سينغ إجرايول واناقش اللقاء مستجدات الأوضاع العسكرية في ظل التصعيد الإرهابي لميليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال في دلالة واضحة لرفضها لمساعي السلام الإقليمية والدولية واعتمادها على العنف كخيار وحيد تفرضه على الشعب اليمني الذي يعاني الويلات أكد وزير الدفاع على ضرورة تقديم الدعم اللازم للسلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي لمواجهة ميليشيات الإرهاب الحوثية بما يعزز قدرات القوات المسلحة اليمنية ويمكنها من ردع وهزيمة المشروع السلالي الإرهابي المدعوم إيرانيا وأوضح الوزير الدائري بأن ميليشيات الحوثي قد ثبت تورطها وتخدمها بشكل مفضوح مع التنظيمات الإرهابية القاعدة وداعش وينبغي على المجتمع الدولي إسناد القوات المسلحة لتقوم بمهمتها في القضاء على هذه التنظيمات المتطرفة من جانبه أشار الملحق العسكري الهندي إلى الدعم الذي تقدمه لهند في مجال التدريب والتأهيل وكذلك في المجال الطبي بما يساعد في علاج الجرحى والمصابين مؤكدا العمل على توسيع التعاون في مختلف المجالات قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة مؤمر الإيراني أن تعميم ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ في المناطق المحررة والمناطق الخضاعة بالقوة لسيطرتها بهدف إجبار التجارة على الاستيراد عبر ميناء الحديدة وتصعيد يديد وخطير يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية وينذر بكارثة اقتصادية قادمة وأوضح مؤمر الإيراني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية نسب أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الحكومة والشعب اليمني منذ بدء الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات ومساعي الميليشيات لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها وطالب الإيراني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة وتؤكد مضي الميليشيات في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة شركت بلادنا في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين الدول العربية ودول جزر الباسفك المنعقد في العاصمة السعودية الرياض بوافد انترأسه ووكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش ويهدف الاجتماع إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية ودول جزر الباسفك وتنسيق المواقف زاء القضايا ذات الاجتماع من المشترك وبرزها القضيتها التنمية المستدامة ومواجهة تغيير المناخ وقال وكيل وزارة الخارجية في كلمة الجمهورية اليمنية عن انقلاب ميليشيات الحوث الإرهابية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 هو الدور الأبرز في عكس مسار التنمية في بلادنا ومواجهة أكبر كارثة إنسانية في القرن الواحد والعشرين موضحا أن الإحصائيات تشير لأكثر من خمسة وعشرين مليون مواطن يمني عيشون تحت خط الفقر ومع هذا فقد عملت الحكومة اليمنية جاهدة مع شركاء الإقليميين والدوليين ومنظمة الأمم المتحدة على السعي إلى إرساء السلام العادل والدائم في بلادنا وصلنا لنهاية أخبار الصباح يومكم سعيد اشتركوا في القناة